أتعلمون لما حدث ما حدث في سامراء من تفجيري حرم الأئمة هناك في سامراء من تفجيري حرم العسكريين والسرداب الشريف الحادثة التي تعرفونها وطبل الإعلام من أن المراجع الأربعة الكبار سيجتمعون في بيت السيستاني أو راحي في تكون اليمن اليمن نوع من أنواع الأحذية الرخيصة في الأزمنة القديمة في العراق وهذا مثل شعبي يقال للذي لا يستطيع أن يفعل شيئاً وإنما سيفعل شيئاً تافهاً أو أنه لا يفعل شيئاً هذا الاجتماع لم يكن بتخطيط منهم كان بتخطيط من محمد رضا السيستاني وباقتراح من عمار الحكيم أساساً وعمار الحكيم كان يريد لقناة الفرات أن تسجل هذا السبق وفعلاً جاءت قناة الفرات وسجلت ذلك الاجتماع العجيب اجتمع المراجع الأربعة الكبار أو فتقون اليمن أتعلمون أن إسحاق الفياض لما كان قادماً إلى بيت السيستاني كانت هناك نقطة حماية في الشارع ويبدو أن الأشخاص الذين كانوا فيها جديد عهد بالعمل فهم لا يعرفون إسحاق الفياض وكان الوقت حرجاً في النجف ولا يسمح للسيارات أن تقترب من بيت السيستاني فلما جاء إسحاق الفياض لذلك الاجتماع طردوه لماذا؟ لأنهم رأوه أفغانياً لا يتوقعون أن أفغانياً يكون مرجعاً في النجف صدقوني هذا الذي حدث فطردوه طردوا إسحاق الفياض وما سمحوا له أن يدخل إلى بيت السيستاني وبعد ذلك اتصل هو ببيت السيستاني وجاءوا وعنفوا هؤلاء وفتحوا الطريقة للمرجع إسحاق الفياض لأن الحالة هذه كانت متفشيةً في النجف لماذا قتل ابن المرجع الشهير السيد أبو الحسن الإصفهاني بحسب النحو الاعتياد أن أقول أبو الحسن الإصفهاني لكنني نقلته على سبيل الحكاية أبو الحسن الإصفهاني كان يصلي في الصحن العلوي وكان الذي يصلي خلفه حافظاً هو ولده ولده حسن فجاء أحد طلاب العلم الديني من الأفغان وذبحه من الوريد إلى الوريد ذبح ابن أبو الحسن الإصفهاني ابنه حسن ذبحه من الوريد إلى الوريد في صلاة المغرب كانت الصلاة منعقدة وكان أبو الحسن الإصفهاني يقرأ صلاته وولده واقفاً خلفه وكان أبو الحسن الإصفهاني يقرأ صلاته وولده كان واقفاً خلفه فجاء هذا طالب العلم الأفغاني وذبحه بسكينة حادة من الوريد إلى الوريد وسقط عند أبيه وقد نزف كل دمه ومات في الحال لماذا حدث هذا بسبب التحقير الذي كان يقوم به لماذا حدث هذا حدث هذا بسبب التحقير الذي كان يقوم به حسن ابن المرجع الذي ذبح كان يحقر الأفغان يحقر طلاب العلم الديني الأفغان هذه حكايتهم قديمة التمييز العنصري في حوزة النجفي هذا أفغاني وهذا هندي وهذا عراقي وهذا معيدي وهذا براوي وهذا مو نجفي وهذا مو من أصحاب البيوتات هم هم الذين يكونون في المرجعية هكذا يقولون يقولون احنا ذهب والناس اتراب هذا الذي يقولونه في أوساطهم الخاصة للذي يظهرونه للناس يظهرون التواضع مثل ما مر علينا قبل قليل كيف أن محمد رضا السستاني يظهر الحزن والبكاء على محمد سعيد الحكيم هذه نكتة يعرفها المعممون في النجر محمد رضا السستاني يبكي على محمد سعيد الحكيم ومحمد حسين ابن محمد سعيد الحكيم يلتقي به والاثنان يبكيان والله هذه نكتة هذه مسخرة لكن الأمور هكذا تجري في النجف وأصحاب العمائم يسمعونني الآن صدقوني محمد رضا السستاني إن لم يكن حاضرا كي يسمع الحلقة بالبث المباشر فإنه سيشاهدها عند الإعادة كلهم يتابعون هذا البرنامج فلا يُعقل أنني أكذب عليهم وهم أصحاب الشأن يتابعون هذا البرنامج هذه حقائق هذا هو واقع حوزة النجف إن إن كان فيها إن كان فيها شيء من الدقة فلا يتجاوز ذلك العشرة بالمئة أنا أقول هذا الكلام دقيق جدا لكنني أفترض من أن عدم دقة من جهة النقلي فلن أعطيها أكثر من عشرة بالمئة ونسبة الدقة ستكون عند ذاك تسعين بالمئة هذه حقائق وهذا الواقع ليس خاصا بآل الحكيمي أو بآل السيستاني هذا واقع الحوزة عموما قبلهم والآن وبعدهم هكذا تجري الأمور في النجف وفي كربلاء أيضا هكذا تجري وفي قوم هكذا تجري أنا أتحدث عن حوزة الطوسي بكل تفاريعها فطردوه الحماية نقطة التفتيش تلك طردوا إسحاق الفياض لأنهم لم يعهدوا أن مرجعا يكون أفغانية ولما وصلوا إلى بيت السيستاني سأعرض لكم مقطعا من الفيديو الفيديو حبس بأمر من عمار الحكيم مصور قناة الفرات كان هناك وصور مجلسهم بالكامل بالصوت والصورة صورهم ورهم بالصوت والصورة لكن عمار الحكيم لما استمع إلى أحاديثهم وجدها تافهتان فقال لو نشرنا كلامهم فإننا سنفتضح بين الناس جريمة كبيرة في سام الراء وذول جاه مسلتون يسربتون ذول حديث تافه وكان الحديث يجري في الأعمل أغلب ما بين السيستاني وسعيد الحكيم سأعرض سأعرض لكم الفيديو وهو فيديو صامت هكذا هو في الأصل السيستانيون ألحق به إنشودة وألحق به ما ألحق من التمجيد بالسيستاني على وجه الخصوص وبالمراجع عموما وإلا فإن المقطع الذي أفرجت عنه قناة الفرات بأمر من عمار الحكيم كان مقطعا قصيرا صامتا وعمار الحكيم طلب من محرري قناة الفرات أن يكتبوا بيانا وأن يقرؤوه مع عرض هذا المقطع من الفيديو الصامت ما هي أفلام وفيديوات السيستاني على طريقة شارل شابلن إنها الأفلام صامتة حتى أفلام شارل شابلن معها موسيقى تصويرية لا شأن لي بسيستاني وبأفلامه الصامتة التي تخلو حتى من أبسط أنواع الموسيقى التصويرية نحن في القرن الحادي والعشرين والإعلام هو سيد الموقف مثل ما قلت لكم هؤلاء متخلفون عقليا متخلفون ثقافيا هؤلاء يعانون من تخلف عجيب في جميع الاتجاهات هذا هو واقع حوزة النجف وواقع مرجعية السيستاني وواقع المرجعية الشعية عموما أتمنى عليكم إذا ما عرضت عليكم الفيديو أن تقرأ لغة الجسد السيستاني بكامله يتوجه إلى سعيد الحكيم وسعيد الحكيم بكامله يتوجه إلى السيستاني أما إسحاق الفياض فقد جلس محترما نفسه لأنه يعلم من أنه مرجع دك بشير النجفي هذا حمص الطبايخ يحاول أن يحشر نفسه لكن الإثنين لا يلتفتون إليه يريد أن يتكلم مثل ما يصف إمامنا أصادق صلوات الله عليه سديرا الصيرفي من أن سديرا عصيدة بكل لون ولكن أين سدير أين نعال سدير من هؤلاء وأين هؤلاء من خيط في نعال سدير الصيرفي رضوان الله تعالى عليه ومع ذلك فإن إمامنا الصادق كان يقول عنه من أنه عصيدة بكل لون فحمص الطبايخ بشير النجفي يحاول أن يحشر نفسه لكن الإثنين ما هم بملتفتين إليه رجاء اعرضوا لنا الفيديو نفسه بلنا لن نفسه دوان لن لن بلنا بلنا اخصره رجاء أعيد بث الفيديو مرة أخرى كي يتسنى للمشاهدين أن يقرأوا لغة أتشادهم بشكل دقيق ترجمة نانسي قنقر نحن فليخرج لنا الفيديو الفيديو موجود في قناة الفراط هؤلاء كانوا يتحدثون في شأن تفجير سامراء تلك الكارثة العظيمة وقد ترتب ما ترتب عليها من التفاصيل الهائلة في ذلك الوقت الحرج وقد طبل الإعلام لاجتماعهم هذا وهاهم يجتمعون ويتحدثون لكن في النتيجة كان الحديث تاثهان بحيث أن عمار الحكيم الذي هو في سن أبنائهم في سن أحفادهم كان عنده من الحكمة ما وجد كلامهم تاثها ولذا حبس ظهور ظهور كلامهم هذا وأبرز هذا المقطع القصير من مجلسهم واجتماعهم هؤلاء هم المراجع الأربعة الكبار هذه اللعبة التي لعبها السيستاني كي يقطع الطريق على البقية كي لا يكون مراجع في الصف الأول فحينما يموت هو إن كان سعيد الحكيم قد مات فإذا قد ارتاح منه وإن لم يكن فإنه أخذ يحجم مرجعية سعيد الحكيم وأخذ يقدم المرجع الدكة إسحاق الفياض لأجل التمهيد لمرجعية ولده محمد رضا أتعلمون من أنه قبل فترة ما هي ببعيدة فتحوا الطريق من دون حواجز إلى بيت إسحاق الفياض لماذا؟ كي يسهل على الناس أن يصلوا إليه حتى يكون هناك تواصل اجتماعي فيما بينه وبين الناس إذا ما مات السيستاني فإن ذلك سيكون نافعا في تنفيذ الخطة السيستانية من أن المرجعية ستأول لولده محمد رضا فهذا التواصل الاجتماعي يعطي مساحة أوسع لإسحاق الفياض في التأثير على الجمهور الشيعي ما هذه قضية موجودة على أرض الواقع أن الجفيون يعرفون إلى مدة ما هي بطويلة لم يكن الطريق مفتوحا إلى بيت إسحاق الفياض بهذا الشكل الذي هو عليه الآن قطعا لم تكن حواجز كما عليه بيت السيستاني مثلا ولكن لم يكن الوصول سهلا كما هو عليه الآن إلى بيت إسحاق الفياض لتسهيل الأمر على الناس كي يسهل التواصل الاجتماعي فيما بينه وبين الجمهور الشيعي لأجل إيصال رسالة السيستاني من أن المرجعية ستكون من بعده لولده محمد رضا الحكاية معقدة هناك كلام عن أن الذي سيجلس في مجلس محمد سعيد الحكيم أن يكون مرجعا حكيميا الكلام عن ولده رياض الذي هو في مدينة قم هو يعيش في مدينة قم منذ زمن بعيد وهو الابن الأكبر لمحمد سعيد الحكيم لذا يكن بأبي رياض يسمون أبو رياض يكن بأبي رياض ويعرف عقل الرجل كما يقول إمامنا الصادق من كنيته هذه صفة واضحة لا أقول عند الجميع ولكن عند كثيرين يكنون أنفسهم أتحدث أنهم يسمون أولادهم وبأسماء أولادهم يكنون يسمون أولادهم بأسماء لا علاقة لها بمحمد وآل محمد كنية الوائلي مثلا أبو سمير كنية الآصفي الذي كان زعيما لحزب الدعوة أبو ابتهال كنية محمد باقر الصدر أبو مرام بنته الكبرى مرام كان يكن بأبي مرام بعد ذلك ولد له جعفر فكنية بأبي جعفر وإلا لزمان طويل كان يكن بأبي مرام مرتضى العسكري مثلا يكن بأبي نوري أبو نوري الخوئي يكن بأبي جمال أبو جمال وهكذا حتى محسن الحكيم يكن بأبي يوسف أبو يوسف محمد سعيد الحكيم يكن بأبو رياض هذه قضية واضحة إمامنا الصادق يقول يعرف عقل الرجل من كنيته ومن هديته ومن طول لحيته هل تناسب مقامه أو لا ومن نقش خاتمه ومن كتابه ومن رسوله هذه مجموعة من الوسائل التي يعرف من خلالها عقل الرجل جمعته لكم من عدة روايات هذه ما هي برواية واحدة عدة روايات لضيق الوقت عدة روايات جمعتها في نص واحد من تعبيري عن الوسائل التي يعرف بها عقل الرجل بحسب ثقافة العترة الطاهرة على أي حال فالتخطيط أن الذي سيكون مرجعا عند آل الحكيم من بعد محمد السعيد الحكيم التخطيط أن يأتي ولده رياض من قوم كي يصبح مرجعا حكيميا هناك من يقول وهذا ما هو ببعيد من أن محمد رضا السيستاني يدفع بهذا الاتجاه لماذا كي تكسر جرة الحديث عن توريث المرجعية في النجف برأس رياض ابن سعيد الحكيم فإذا ما صار مرجعا فإن الأمر سيكون على رسله بالنسبة له تلاحظون من أن القوم يخططون في جميع الاتجاهات وواضح المرجعية من بعد السيستاني هي لمحمد رضا الأسباب المقدمات سائر الظروف الموضوعية المرجعية من بعد السيستاني لمحمد رضا إلا إذا جد جديد نحن لا نعلم الغيب لكن من خلال قراءة الواقع وقراءة التفاصيل الموجودة على الأرض فإن المرجعية من بعد السيستاني لمحمد رضا إسحاق الفياض سيكون مرجع دكة وسيكون وسيلة من وسائل تأسيس مرجعية محمد رضا السيستاني هذا إذا بقي على الحياة إذا بقي على قيد الحياة ولم يتوفى في حياة السيستاني الآجال لا يعلمها إلا مقدرها والذي يقدر الآجال في ليلة القدر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هكذا عقيدتنا هكذا أخبرونا وهكذا علمونا أتحدث عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى فاصل أعتقد أن لعبة المراجع الأربعة الكبار صارت واضحة لديكم مؤسسها السيستاني والمرجع الدكة فيها إسحاق الفياض في النجفي الآخرون من الذين يصفون أنفسهم بأنهم مراجع ممتعضون جدا وناقمون جدا مما قام به السيستاني من تشخيص هؤلاء المراجع فقط لأن السيستانية أراد أن يقطع الطريقة على البقية على سبيل المثال في حديث لمحمد اليعقوب لمن يصف نفسه وأتباعه يصفونه بأنه مرجع من مراجع النجف محمد اليعقوب في حديث له يقول من أن قضية المراجع الأربعة هذه لعبة كلعبة المذاهب الأربعة فمثلما السلطات العباسية في وقتها اختارت أربعة مذاهب السلطات في زماننا أيضا اختارت أربعة مراجع لكنني أقول له من أن السلطة لم تفعل ذلك الذي فعل ذلك هو السستاني بنفسه لقطع الطريق على بقية الذين يصفون أنفسهم بأنهم مراجع والبقية قد يستحقون المرجعية بنحو بحسب أجواء النجاف لا بحسب أجواء أهل البيت بحسب أجواء النجاف قد يستحقون المرجعية بنحو أفضل من إسحاق الفياط ومن بشير النجافي رجعا اعرضوا لنا هذا الفيديو فهذه أمور حقيقة على أن نميز الصحيح منها من غير الصحيح نميز بين المكان الفعلنا العظيم التي أعطاها الشرع الحنيف للعلماء وبين المكان المصطنع التي يريد أن يصنعها السياسيون لأجل تمرير أغراضهم تفرض اليوم مراجع أربعة يمكن كما فرضت قبل ألف مئتين سنة الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة وإلا ما الذي حصر بالمذاهب أربعة وكانوا علماء يومئذ هم أساتذة هؤلاء الذين أسسوا هذه المذاهب الأربعة السلطات صنعتها السلطات صنعتها لأن مصلحة معينة تخدمها بذلك واليوم أيضا هذا المصطلع حقيقة على مجتمعنا أن يكون حذرا السلطات لم تصنع هؤلاء المراجع يا شيخ محمد الذي صنع هؤلاء المراجع هو السستاني وأنت تعلم ذلك لكنك تخشى أن تتكلم بالحقيقة أنت تعرف ذلك أنت ابن النجف وأنت جزء من الواقع النجفي وأنت مطلع جدا على الذي يقوم به السستاني وما قام به السستاني سابقا سابقا مو إحنا أولاد القرية يا أبو زهراء وكل من يعرف خيه ما أنت عالمون بهذه القضية وبتفاصيلها على أي حال أنت وغيرك معذورون تخشون سطوة محمد رضا السستاني وسطوة أبيه التي يمررها عبر ولده محمد رضا